مروحة كبيرة من الحركات والأحزاب من تقصد بكلامك؟ أرى طيب كل الحركات المسلحة كلهم إما وقعوا مع النظام اتفاقي أغلبيتهم الساحقة كذلك المكونات السياسية كلهم من وقعوا سلام مع النظام وعندهم اتفاقيات جهرية وسرية وهم الذين كانوا يعطون هذا النظام الشرعية وعندما خرج الشعب السودان للتغيير كل هذا المشهد الكاذب بالاتفاقيات الكاذبة واللي أعطت النظام عمر جديد والمشهد السياسي سواء كان من قبل الحكومة أو المعارضة الصفوية اختطف هؤلاء لأن التغيير سيغيرهم جميعا فلذا أوقفوا عجلة التغيير بخداع العالم بأن هذا هو سلام بس هم يعتبروا نفسهم يعني مثل ما حضرتك بتعتبر نفسه يعبروا عن حركات ثورية في مناطق معينة إلى حد ما رفعت شعارات مشابهة للشعارات التي رفعت في دارفور عندما قاتلتم فيها أولا هناك حركات نحن نعتز لهم وأنهم مناضلين شارسين كالرفيق عبدالعزيز الحلو طيب بس انت جملتهم كلهم انت جملتهم كلهم وعبدالعزيز الحلو نفسه عاد ودخل في اتفاق السلام لكن لكن خرج والآن رفعت أي تسوية وأي جلوس مع النظام وكان موقف واضح وصريح أنه الشعب يريد تغيير النظام والآن هو يقتني أنه هذه حكومة أمر واقع نحن من جانبنا لا نعترف بحكومة أمر واقع لو كنا نعترف بحكومة أمر واقع اللي اعترفنا بحكومة البشير منذ 2006 رفعتنا أي صفقة بتاع السلام لأن السلام هو عبارة عن مناصب ونحن نقول أن يكون هناك سلام مشكلة السودان هو كلها حزمة واحدة الجو القتل الجباد المرح الدكتاتورية عدم الحرية كلها مشكلة أزمة هل دار كل هذا الكلام بينك وبين رئيس الوزراء سيد حمدوك هل قلت له كل هذا الكلام نعم قلت له كل شيء كيف كان الوضع ونقاش 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 كل شيء كأطراف سود أول كان النقاش بناء جدا وجميل جدا وأنا شاكر أيضا للحكومة الفرنسية وللرئيس ماكرو ولوزارة الخارجية لأنه نحن ذكرنا أن لا نلتقي مع هؤلاء لأنهم كانهم حكومة بل كانهم مشهد سياسي مثلنا مثل الحزب الشعوري الذي وقعنا مع سودان المستقبل مع غيرهم عادل عبد العاطي وغيرهم وتلاقينا كأطراف سودانية يهمنا أن لا حل أزمة السودان إلا بالجلوس جميعنا سياسيين عسكريين دينيين عرقيين ثقافيين جغرافيين شباب والنساء أن نجلس جميعا لنحدد ما هي أزمة السودان لماذا هناك قتل وإبادة في دارفور في جبال النوبة في النيل الأزرق في الشرق لماذا ينتفض الشعب السوداني لماذا هناك جوع لماذا ليس هناك عمل لماذا اقتصادنا نحدد الأزمة ونحدد الحلول نحن جميعا ثم نحدد نكون حكومة من مستقلين أكرر من مستقلين مشهود لهم برفضهم ومعاداتهم للإسلام السياسي ثم بعد ذلك يكون هناك فترة مهمة هذه كل السودان اليوم ضد الإسلام السياسي سيد حمدوك أتى من المنفى بين هلالين أتى من الخارج ليستلم الرئاس الحكومة وهو مستقل هو رجل تاريخه هو إنجازاته دعني أولا الدكتور حمدوك قابلته وأنا سعيد جدا بمقابلته لأنه الرجل يستحق التقدير والإعجاب على الأقل من جانبنا ومن اللقاء الذي تم بيننا لأنني عرفته أنه مدرك بأزمة السودان والذي لم يكن يعلمه نحن طرحنا له رؤيتنا وأعتقد أن رؤيتنا يتطابق كثير جدا بما يراه هو نحن لن نتطابق بالطبيع كلنا لأننا لم نكن حمدوك وهو لم يكن نحن لكن السؤال الحقيقي هناك من فصل لنا أزمة السودان وفصل الحل وصنع الحكومة التي تحل ثم الآن يريد إلحاقنا كأننا أدباع نحن شراء مش أنتوا رافضتوا من البداية منذ أن بدأت المحادثات إن كان في جوبا أو في القاهرة أو حتى عندما كان في جزء من المحادثات بالخرط منتوا رافضتوا أن تنضموا اعتبرتوا أنكم مش معنيين بأي حوار كحركات ثورية من هذا النوع يعني أولا لا تقول لنا حركات نحن نتحدث عن حركة تحرير السودان نحن نقول أن الثورة الشع هذه ثورة متراكمة أنا أقصد أنا لا أقلل من أهمية حركات السودان وشباب السودان عظيم دفع 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 السمن للتغيير وإستطاع نعم أنا أقصد الحركات اللي بتمثل كل الكفاح وإحتلاء الجهاز ألمني عظيم أنا أقصد كل الحركات اللي بتمثل أو بتعتبر نفسها أنها تمثل الكفاح المسلح في أكثر من المنتقل اللي ذات تكره دارفور والنوبة والنيل الأزرق وكنت فان دعني اسمنا حركة جيش تحرير السودان وليس حركة جيش تحرير دارفور يا أختي العزيزة ولكن دعني أكمل لك الفكرة نحن نقول أن الشعب السوداني ونحن منهم في ثورة تراكمية تووجة بثورة ديسمبر يريدون التغيير وإسقاط نظام الحركة الإسلامية وإقتلاع جزوره هناك من أوقف لأن التغيير سيطالهم أوقف هذا التغيير وفاوض المجلس العسكري وأعطى الشرعية للمجلس العسكري وأعطوا نفسهم شرعية زائفة واختطفوا ثورة الشعب الشعب يريد حكومة مدنية 100% الآن ليس هناك حكومة مدنية 100% الشعب يريد تسليم البشير وزمرته ولمحكمة الجنايات الدولية والشعب يريد إعادة أموال السودان المنهوبة الشعب يريد إلقاء القبض على كل المجرمين من نظام البشير ومحكمتهم على جرائم وإعادة أموال الشعب السوداني والشعب يريد أن يرد أن ينتهى وقتي ساعدني قليلا ساعدني قليلا أن وقتي انتهى تماما ونحاو أنا أسرق المزيد من الوقت لأتحدث مع أدركاك لحتى بدي أفهم عندما تقول بأن كل هذا طرحته مع السيد حمدوك وكان في تجاوب والاجتماع كان جيد جدا هل نعتبر بأن ذلك خطوة إلى الأمام وعلى أي خطوة اتفقتم كخطوة تالية اتفقنا أن نلتقي من جديد ولكن السؤال الأهم هل هذه خطوة إلى الأمام السؤال سيكون كبيرا جدا والإجابة عليه سيكون أكبر هل يستطيع حكومة حمدوك تسليم البشير لمحكمة الجنايات الدولية هل يستطيع معاقبة المجموعة هل يستطيع صناعة قضاء البشير مطلوب جنائيا ولو كان هناك قضاء عادل في السودان لما مارس الجيش النظام والدولة إبادة جماعية والآن مطلوبين في محكمة الجنايات الدولية إذن هذه المسرحية ثانيا البشير قتل وباعترافه قال قتل عشر ألف فقط في دارفور بينما قتل الملايين في جبال النوب والنيل الأزرق والشرك والجنوب والانتفاضات الشعبية وفي كجبار وفي كل ممكن إذا كانوا مجادين فقط يا أخي أتوا به إلى المحكمة ويختل سبع مليون يا أخي إهانة للضحايا إهانة للشعب السوداني أنا أقول للسيد للدكتور حمدوك مطالب الشعب السوداني واضح طيب ولا أكرر نفسي نعم لأننا إن رأينا خطوة إلى الأمام في مطالب الشعب السوداني ومنها حكومة مدنية مية في المية سنكون نحن في الخرطوم دون قيدنا وشرط طيب عظيم ونحن سوفهم أني رفضت لأسباب أمنية لأسباب أمنية أنا متمرد لا أهمني الأمن لكن الأمن للشعب للأرض إقافة الإبادة اليومية لم أعد أستطيع سادقات أي دقيقة إضافية أنا حاولت يعني يعني أن نعطي الوقت الممكن أن نعطيه حقيقة لكن إن شاء الله للحديث صلاة مع حضرتك ومستمر الحوار معك شكرا جزيلا الأستاذ عبد الوار